المجلس الأعلى وزير العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف وفضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية وسعادة السيد يوسف بن صالح الصالح رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية وبحث الاجتماع آخر المستجدات حول فيروس كورونا كوفيد 19 محليا ودوليا وناقش بشكل موسع التصورات بشأن إقامة العبادات الجماعية في البحرين واستمع المجلس إلى عرض مفصل من معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة حول ظروف هذه الجائحة وإحصاءاتها في البلاد وتوصيات الجهات الطبية المختصة بشأن هذا الموضوع كما استمع إلى إفادات من معالي وزير العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف ومن رئيسي مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية بشأن الإجراءات الاحترازية الممكنة والاستعدادات المتاحة في هذا الشأن واستنادا إلى ما عرض في الاجتماع وإلى توصيات ومرئيات الجهات الطبية المختصة وحرصا على حفظ الناس وأرواحهم وصحتهم وسلامتهم وإسهاما في جهود الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 لاحتواء هذا المرض وخفض نسبة انتشاره في البلاد فقد رأى المجلس بإجماع أعضائه أن الأسباب التي بنى عليها رأيه السابق بجواز منع الجمع والجماعات وسائر التجمعات في ظل انتشار وباء كورونا ما زالت قائمة وعليه فإنه يؤكد على ضرورة التريث في فتح المساجد وعودة العبادات الجماعية لحين انخفاض مؤشرات انتشار المرض وتوصية الجهات الطبية المختصة بإمكانية عودتها التدريجية بسلام على الجميع على يتم مراجعة هذا القرار وفقا للمستجدات والإحصاءات الجديدة بشكل دوري كل أسبوعين